وصلتنا في صوت سعدون جابر وقصتها اختصرت المواقف بوصف تقلبات وأمواج من الأحداث اتهز العملية السياسية مرت تسريبات صوتية تزرع الشكوك بين السلطات وبعدها شبكات ابتزاز اثير فضول المتصدين لكشف المتورطين قبل لا تنهار أعمدة النظام وضع حسابات الزعامات بين الحفاظ على الاستقرار والمجاملة على حساب الفساد بعنوان ماكو سحفة متهزها ريح مثلا شبكة التجسس اللي انكشف أمرها بمكتب رئيس الوزراء مستمرة بزعزعة العلاقة بين القيادات ونفوذ السلطات ولدت شبكة ابتزاز المحافظة الذيقار أبطالها محافظ سابق وعضاء مجلس المحافظة صحيح القوات الأمنية اعتقلت عضو لجنة الخدمات بمجلس المحافظة عمار الركابي ونساء اثنين استخدمتهم الشبكة بخطة محكمة هدفها الإطاحة بالمحافظ مرتضى الإبراهيمي لكن المحافظ السابق محمد هادي اللي صدرت عليه مذكرة اعتقال هارب خارج المحافظة والمعلومات تقول المطلوب موجود بالعاصمة بغداد وحماية من شخصية قريبة على السياسة والسلاح والسبب تجمعهم علاقة قرابة من بعيد على طريقة آني واخوية على ابن عمي وآني وابن عمي على الغريب لكن القصة بعدي بأولها وخيوط الشبكة بها مسؤول محلي درشته عضو بمجلس محافظة الذيقار أوامر اعتقالة جاهزة وجوز تتنفذ بع الساعات لأن الشبكة طلعت عدها جيوش الالكترونية يقودها إعلاميين وناشطين بالمحافظة هدفها وضرب الاستقرار الأمني والسياسي وقيادة أعمال شغب بدون أسباب بس إذا رجعنا طريقة كشف الشبكة نشوفها باعترافات وحدة من المعتقلات اللي قال اتكلفني محمد هادي الغزي بابتزاز المحافظ واستدراجه بمحتوى فاضح يعني القضية واضحة وما تحتاج نخلي نقاط على الحروف بس دقيقة شبكة الذيقار من وراها وشنو علاقتها برئيس حكومة السابق والتسريبات اللي تقول كانت محمية من شخصية رفيعة جدا بالحكومة الحالية من المقصود به لأن التساؤلات وعلامات الاستفهام تحتاج إجابات حتى نعرف البير وغطاء لكن القوى السياسية حسمت موقفها بالرد على قصة الشبكات اللي تفرعت من الحكومة المركزية للمحافظات وسلمت أمرها للقضاء ونتائج التحقيقات والسبب استال فذقينة وجوز تشمل رؤوس متنفذة حان موسم قطافها هنا زعيم ائتلاف دولة القانون نرو المالكي دخل على الخط بطلب موجه للشركاء يدعوهم لانسجام سياسي حتى يصدون لأزمة عاصفة محتملة تعجز الحكومة عن مواجهتها لكن أبو إسراء كملها بعبارات تحمل الحكومة والقضاء ومجلس النواب والقوى السياسية مسؤولية حماية المجتمع من الاختراف وقبل لا يحذر من فقدان التوافق السياسي ونتائج على هدم وتعطيل مسارات العملية السياسية اعتبر الأزمات مو حالة غريبة لأن غالبية الدول والحكومات بالعالم تتعرض العواصف بس أكو جهات سياسية من وصلتها رسائل المالكي ردت عليها باستغراب وقالت أبو إسراء وبأقل من أسبوع مرت ينحذر من الانهيار شن السالفة والحاج المالكيش عنده معلومات الله واعلم هاي كلها بصفحة وبيانات هيئة النزاها بصفحة لأن الهيئة وموقف غاضب فندت تسريبات صوتية منسوبة الرئيسة حيدر حنون يعترف على رشاوة وفساد وهاجمت مروجيها وتعاهدت بفتح المستور بمؤتمر صحفي كان المفروض نشوفه اليوم لكن الهيئة قبل ساعات معدودات أجلت المؤتمر وغيرت لهجة الخطاب وقالت وكلنا أمرنا للقضاء اللي فتح تحقيق بالتسريبات بس الهيئة ورئيسها ليش غيرت نبرة الكلام وشنو الرسائل اللي وصلتها يعني ملحمة الشبكات وحكاية الابتزاز يجوز بعد بها مفاجآت وغياب زعيم دولة القانون عن مأدبة عشاء الإطار بين الرئيس الإيراني يمكن بها مفتاح الأسباب وحتى تخف التوترات بين الأقطاب لازم نرجع ونسمع يا رتيب على لعبين ويا حظ يحوين ترجمة نانسي قنقر شكرا